أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في سؤال كتير كتير مهم هل أنت متردد؟ هاي مشكلة كبيرة في العديد من الناس بحاول يعمل شيء لكن مش عم بيقدر يتمم هذا الشيء وبعيش حياته في تخبط وفي تردد ومش عم بيوصل ولا لأي نتيجة في سفر أيوب مكتوب وتجزم أمراً فيثبت لك وعلى طرقك يضيء نور تجزم أمر فيثبت لك هذا بيطلب تفكير روحي تفكير إلهي إرادتك تكون مخضعة بالكامل مع إرادة الرب حياتك منسجمة مع مطالب الرب تعرف حبائي الصعب كتير كتير ولسيما اللي بيكبر بالعمر لما بتنظر لحياتك في الماضي وبتقع في مشكلة الندم ياريت عملت وكنت بدك تعمل بس ما عملت خفت اترددت كان عندك تشويش داخلي فوضى داخلية مش عم تقدر تأخذ ولا أي قرار مش عم تعرف تعمل أي اختيار والنتيجة دائما مخبط مشوش مهشم مهمش كل هذه الأمور بتمر أو بتختبرها في حياتك وعاوز تجزم أمر إنه خلاص هذا الأمر رح يثبت رح يتم لكن بتشوف إنه مش عم بتتم الأمر ترحب واحدة من الشخصيات المهمة في الكتاب المقدس اللي هو سليمان الحكيم اسمع ما يقول في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح سبعة والآية 11 وأكمل سليمان بيت الرب وبيت الملك لاحظ وكل ما خطر ببال سليمان أن يعمله في بيت الرب وفي بيته نجح فيه فإذن في أولويات كانت بالنسبة لسليمان الأولوية الأولى كان بيته وفعلا إذا البيت منهدم إذا الأسرة متفككة شو ما رح تعمل رح يكون منهار وطبعا بيت الرب تعبير عن خدمة الرب وهذا ما أريد أتكلم مع كتير من القيادات إنه واحدة من الأشياء اللي منشوفها في هذه الأيام عدم تحقيق الهدف ما عندي هدف واضح ما عندي تركيز مش عم بعرف شو بدي فقدت الرؤية والفكر الإرسالية شو الإرسالية تبعت اللي أنا لازم أقوم فيها فببقى إنه بدل ما أكون أنا فعال باختار باجي من الصباح عارف شو بدي أعمل في اليوم عارف المخطط للسنة أو سنتين شو رح يتم فبالعكس أنت بتعمل بطلع الصباح وبتمشي شو اللي بيجيك بتعمل فيه لكن من ناحية كتابية الكتاب بعلمنا إنه يكون عنا هدف واضح وإنه ما تكونش متردد لأنه التردد هو اللي بيقتل أي أي شي بتحاول تعمله وعبر عنها الرسول يعقوب بقول ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه يعني زي أمواج البحر اللي عم تأخذك وبتجيبك وإنتي مش محدد هدفك فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه فالإنسان المتردد والإنسان المتقلقل مش راح تنال أي شي تعرفوا التلاميذ اللي طلبوا من أنه يتبعوا يسوع المسيح واحد قال أتبعك أينما طمد بدون ما يحسب إحساب النفقة كان جواب المسيح للثعال بأوجرة ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه والتلميذ الثاني قال له اتبعني قال له يعني أوكي باتبعك ولكن ائذن لي أولا حط كلمة أولا أن أتفن أبي وطبعا اتباع يسوع يتطلب التركيز وأنه أي أولوية أخرى تصبح طبعا صنم في حياة أي إنسان طبعا الكتاب يعلمنا عن إكرام الولدين بس في اتباع المسيح ما في تردن والشخص الثالث قال له اتبعني بعدين أجاب المسيح وقال ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكود السموات فإذن المتقلقل الشخص اللي ده رأيين الشخص المتردد مش راح ينال أي شيء لكن الشخص اللي في مشيئة الرب واللي كل حياته هدفه لمجد الرب وشيء ثالث إنه عم بعيش في الإيمان بينظر في الإيمان وعنده هدف واضح مكتوب تجزم أمرا فيثبت لك وأيضا مكتوب كل ما خطر في بال سليمان خليني أسألك سؤال شو الجبل اللي شايفه مستحيل أمامك وليه أنت متردد في القرارات وليه يعني مشكلة عدم الالتزام اللي بتخلينا نتخبط بالحياة بدون ما ندرك إنه الله أعطاني هدف واضح بولوس كان عنده رؤية واضحة وبنفس الوقت كان هدف واضح جدا قال ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهر لأشهد ببشارة نعمة الله وهو الذي قال أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض من أجل جعلت دعوة الله العليا في المسيح يسوع أحبائي ساعة الزمن أزفت عم بالضق وكل شيء رح ينتهي وعجلت الزمان لترجع إلى الوراء مكتوب مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة وكل شيء بتعمله اعمله بقوتك مثل ما بقول سفر الجامعة لأنه مش رح يكون أي اختراع أو أي شيء آخر بعد ما تنتهي هالحيا فالعمر اللي باقي لنا خلينا لا نندم عليه خلينا نطلب الرب من كل القلب خلينا نتوب ونرجع إلى الرب خلينا نأخذ قرارات حاسمة والقرارات الحاسمة أوليا أولا أنه فعلا نهتم بالرب وخدمة الرب ومجد الرب ونهتم في بيوتنا أنه تكون بيوتنا في مجتمع سليم صحيح حتى نكون شهادة ومنارة لكل من حولنا نصلي بنعمة الرب وبمعونة الروح القدس أنه أي شيء فعلا على قلوبنا يجزم يعني يثبت وإذا في أي أمور بتخطر الله بيحبنا فتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك عاوز أقول كثير ناس ضايعة بسبب التردد خايفة تأخذ القرار وعيش بخوف في ناس خايفة تأخذ قرار الإيمان مقتنعة عقليا بيسوع المسيح والتفوق يسوع بس خايفة بسبب الضغوطات اللي حواليك إنك تفقد كل شيء متردد فأنا بدعوك اليوم إنك ما تتردد وكقادي وكخدام إذا في أمر يعني اجزم هذا الأمر والرب بنعمته رح يباركك طالما أنت في مشيئة الرب طالما أنت عاوز تتشبه بالرب طالما أنت في مركز إرادة الرب طالما أنه كل غرضك مجد الرب وطالما أنك كل شيء بتعمله بتعمله بالإيمان حتى يكون الكل لمجد الرب وإنت ما أنت إلا في أداة في إيدين يسوع تكمل عمل الرب فحط كل قراراتك كل اختياراتك كل رؤيتك كل أهدافك ضعها في إيدين الرب يسوع وقول لي يا رب نعمتك أنت اللي ساعدني ما تتردد التردد أحيانا بيقودك لقرارات خاطئة اللي تضلك تندم عليها كل العمر في شيء يعني الصوت رح تسمعه مكتوب وأذناك تسمعاني كلمة خلفك قائلة لك هذه الطريق أسلك فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار طالما أنت عايزة تمجد الرب وانت في مركز مشيئة الرب ما تخاف وانت ماشي حتى لو اطلعت شوي الله رح يجيبك في المصار الصحيح ليه؟ لأنك بتحب الرب بصلي الرب أنه يحررنا من مشكلة الشكوك والتردد والتقلقل ونأخذ أمور حاسمة قرارات حتى مصارية في حياتنا لتغيير مجتمعاتنا ولنمو وامتداد الكنيسة ولمجد الرب يسوع المسيح من فضلك شارك هذا الفيديو مع الآخرين الرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر